بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء بعد ما خلصنا الفصل الثاني بعشر محاضرات تفصيلية على الثلاث قطوع القطع المكافئ والقطع الناقص والقطع الزائد وخدنا اسئلة مشتركة نفس نظام الفصل الأول همين عشر محاضرات زائد محاضر رقم داعش كانت متعلقة بالاسئلة اللي هي خلنا نقول خارج قطر أو الاسئلة الغير معتادة على الفصل نفس الشهنانة هاي المحاضر رقم داعش راح تكون على اسئلة خارج القطر هو يطلاب اما يضوجون من عده او يتركوهما يقوله هسه راح اشرح لك يا بالتفصيل حتى تفهمه وارسم لك وفهمك السأل فان شاء الله شوفها سهلة فاختارينا اربع اسئلة زائد اكو ملاحظة جدا مهمة على القطوع راح اذكرها هنا انا هميا ان شاء الله او من اخلص هاي المحاضرة انت تعتبر السهل الفصل الثاني خلصت بكل تفاصيل هي احنا المراجعة بالعادة من نقول مراجعة معناها من اهتمد اني لأسئلة لا بس انا احب تكون المراجعة مالتك انت صدق الا مية زائد محاضرتين ان شاء الله لش اسمه لأسئلة التلفزيون تربوي صدق دي تعتبر مراجعة عامة الفصل يلا نبلش بسم الله اول سؤال من اسئلة خارج القطر يدور القمر حول الارض في مدار على صورة قطع ناقص القمر شبيه دي يفتر هذا القمر دي يفتر هذا القمر قاعد دي يفتر بس شون دي يفتر ما دي يفتر على شكل دارة شباب دي يقول يدور القمر حول الارض في مدار على صورة قطع ناقص والقع وين الارض ما عرف ممكن تكون هنا ممكن تكون هنا لحد الان ما قرر اذا شي بس دي أترجم لك هذا يدور القمر هذا القمر شبيه دي يدور في مدار شنو على شكل قطع ناقص سين البورتين قصد يعني هينش بالعرض تمام ممكن يدور القمر بهاي الصورة اوكي زيب شقال تقع الارض في احدى بورتين هاي مهم الكلمة يعني شباب القمر من دي يدور القع مو هنا بالمركز لا تقع الارض في احدى بورتين يعني كأنما الارض ما اخذ مكان احد البورتين بالتفقيد تعال خل نرسم هذا الحتي ما علي رح اجي ارسم قطع ناقص سين البورتين هذا قطع ناقص حذ الحتي ما كش يجي دي تعلق زيان اسماني زيان شقال يدور القمر رح اجي ارسم هذا القمر هنا شبيه القمر هذا هذا القمر ما واقف هنا شبيه قاعد يدور على شكل دي يدور هيتش يعني دي يفتر يوصل هنا مرات مرات يجي هنا مرات وين يكون مرات هنانة الى اخر يعني رح يضل القمر شنو شباب رح يضل يفتر يدور القمر حول الارض زيان واحد رح يجي يقول استاذ هاي مراحت استاذ زيان الارض الارض وين هي واحد طال بعد مقاري قال هنا الارض بالمركز لا قال لك الارض وين تقع الارض اقرأ في احدى بورتي تريد تخليها علي من او علي يسرب كيفك احنانة انا رح يخلي الارض هي هذه الارض تشوف هذه هي الارض انه قال لي تقع الارض في احدى بورتي اذا هذه البورتين اختارت واحدة من اعدها تكون هي الارض اوكي والقمر شبيه السيء القمر ده يدور حول الارض افتهم استاذ فاذا كانت اطول مسافة بين الارض والقمر تسعين هنا ده يفتر القمر ده يريد اطول مسافة شباب اطول مسافة هي منا الهنا اطول مسافة منا الهنا منا الهنا منا الهنا منا الهنا هو القمر وين القمر ده يفتر منا الهنا انت بعقلك وين شباب اطول مسافة حتكون بين الارض والقمر لما يكون القمر هنا هيا انا باع على لما يكون القمر هنا. هذه هي اطول مسافة هتصير بين الارض والقمر. بعد شون? منا لهنا. صح? هاي الارض وهذا القمر. هذا همه القمر لان القمر شبيقنا شباب القمر قاعد يتحرك. فاطول المسافة ممكن الصير هي هاي اللي شغل طولها. طولها اطول مسافة تسعين كيلو متر حلو. حدش هنا انا تسعين كيلو متر. واقصر مسافة بينهما عشرة كيلو متر. اقصر مسافة. شباب اقصر مسافة مين تكون? بين الارض والقمر. لما يكون القمر هنا. باع. لما يكون القمر هنا. هذا بصفة يعني. بصفة البورة. لما يكون القمر هنا. هذا كل القمر. لان القمر قلنا دا يفتر. ما عنده شي. فحيتكون المسافة شباب من هنا هي اقرب شي بين الارض والقمر لان اذا اجاهنا المسافة هي حتكون اطول. لذا اجاهنا القمر هي المسافة اطول. فبعا شاب اطول مسافة بين الارض والقمر لما نكون القمر بهذا الجانب بالرأس اللي علي اسره. واقصر مسافة لما يكون صفة عليمنى بالرأس العليمنى اللي هو اشゴد هذا. 10 كلمة. هذا شباب هو تفاصيل الرسم. كل ش مهمة. عشرة كيلة ما تركتلك راح أفهمك إياها عرفت الآن رسم شانصار هذا الرسم التفصيلي شباب ما السؤال زيان هس آكا شيرد هو جد الاختلاف المركزي للقطع كلنا نعرف شباب الاختلاف المركزي الإي هو يساوي نسي على أي مصح زيان خلني جي نصفنا شوية هذا وين شايفي قبل أن تهيك رسم من يقول لي أحدى بؤرتين تبعد عن الرأسين بالعددين واحد وخمسة بالعددين واحد وتسعة صح لو مصح نفس الملاحظة بالضبط شنسوي شباب إذا جمعنا العددين الشي يطلع لي يطلع لي ثنيان أي وإذا طرحناهم الشي يطلع لي يطلع لنا ثنيان سي نفس الملاحظة شباب إذا تجمع هذا العدد وهذا العدد الشي يطلع لك يطلع المسافة بين الرأسين صح لي هو الثنيان أي طول محور الكبير إذا نطرحهم تطلع المسافة بين البورتين لازم تشوف الملاحظات اللي شارح لك عليها طخت فرح أجي شباب هنا 2A أجمع العددين اللي هو 90 زائد 10 رح يصير الـ 2A يساوي 90 زائد 10 100 أقسم الطرفين على 2 إذا الـ A يساوي 50 أطرح العددين الشيطلع عليه 2C إذا الـ 2C شباب 90 ناقص 10 إذا الـ 2C يساوي 80 إذا الـ C يساوي 40 خلصنا عندي C وعندي A يطلع الاختلاف المركزي خلص السؤال ها هي هذا صعوب ومعقد يا أخي يجد الـ 6 خسرت 10 دقائق من وقتك ولا تفوت الوزارة عايف شغلة C C 40 حتى لو احتماليته 1% A 50 همي نقرأ إذا الـ A شباب يساوي 4 على 5 يروح صفر ويصفر ليهو أصغر من الـ 1 هذا الشرط ما الاختلاف المركزي طخت الرسم كلش مهم أكو شباب هذا من يقول لي يدور الأرض القمر حول الأرض في مدار على صورة قطع ناقص هذا كلش مهم الرسم تقع الأرض شينو قال لي في إحدى بورتي هذا الشي مهم زايدا نركز لي على هاي الكلمة أبعد أطول مسافة بين الأرض والقمر شقدن طانياها طانياها 90 كيلومتر وقال لنا شباب أقصر مسافة بيناتهم شقدن 10 جد الاختلاف المركزي لو يكمل السؤال يقول جد معادلة القطع الناقص أنت عندك C وعندك A طلع البيب الذهبية تمام وتكتب معادلة القطع الناقص أوكي هذا أحد الأسئلة هذا السؤال الثاني هو أكثر للأسئلة إرباكا للطالب هم رح أشرح لك يا بصورة هذا تفصيلي أكثر حتى لو أطول بينه الساعة اسمعني أريدك لاتمل من هذا السؤال رح أشرح هو يشرح زاي بس حتى أوصل لك الفكرة جسر كلكم شايفين الجسر أي جسر حسنا إذا تباوى علي هذا هو شكل الجسر مصح من تجي تباوى علي تركز هو الجسر شينو صاير على شكل نصف قطع ناقص تقريبا يعني إذا هيتش تكمل أو يصر مثل القطع ناقص صح فهو ده يقول لك هنا أنا عندي جسر على شكل يربالك نصف ركزي على هالك المزيين نصف قطع ناقص حل الحاتش زي المسافة بين النهايتي قاعدة 24 تعرفون شاب قصد يعني البداية ما الجسر والنهاية هاي نهايتها قاعدة المسافة بياناتهم هذا الرسم هيتش رح أرسم لك هواي رسومات سطيني مجال المسافة بين النهايتين قاعدة 24 هنا أنا شاب أنا أعتبي على هاي الكلمة اسمعوني بس خلي شوية راتب لكم خلوا نقول إسه هذا الجسر المسافة بين النهايتين قاعدة تبلا بينه كلش هاي القاعدة الأولى وهاي القاعدة الثانية المسافة بين القاعدتين شاب 24 كلام حل حلو مرتب ما بيش قال بس شباب الجسر ما بيرتفاع واحد الجسر ستة متريد تسعة جسر إيش قد ارتفاعه بالبداية صفر وراها الارتفاعي بدي شوي شوي شنو يزداد لحد ما يوصل تقريبا بالنص أعلى ارتفاع للجسر مصح فهنا شباب كان يقول وارتفاع المفروض يقول أعلى ارتفاع للجسر تماما لأن الجسر منتصعد كل ما تسعد ارتفاعه يزداد شباب فهذه المفروض يعني الطالب قد تكون مربكة هاي الكلمة بالنسبة إليه قد الطالب يعني رأسا نصلا ما يفكر هذا التفكير يقول هو مبين أعلى ارتفاع هو هذا عندي اوكي زياد هسا هذا الحجي شباب تعال خلي نسول في شوي قبل لا أحشي لك على السؤال هسا احنا قرينا شغلتين انه عندي المسافة هاي المسافة بين نهايتي قاعدته هذا المعطى الأول جد 24 والمعطى الثاني شباب انه ارتفاع الجسر 9 متر زي أن أقول لك بس تعالوا يا الجسر البقر تيم مالت على محور السينات موجدت خيل احنا لو على محور الصادات بس تعال خلني نتفاهم شوي طول لي خلوق شوي الله يخليك هذا خلنفرض هذا الرسم هذا كلش حوضه لك يا حتى ما تضوج من هذا السؤال بعد وتعوفه يلا تعالوا يا خلنفرض شباب الجسر انه احنا اخذنا اول شي بهاي الصور استاذ مهو على شكل نصف قطع ناقص طيني مجال عين انته خلنفرض ان الجسر هو يعني البورتي مالت على محور السينات هس تدل لس راتب لك ها 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 تدل البقارك بس الجسر السه واحد يقول ممكن ان الجسر يكون هي شي مصح هذا جسر خبل وهذا هو طبعا هاي الحالة المعتادة ان الجسر يكون هي جسر واحد يقول استاذ تعال ليش مو الجسر يكون هي جسر ها سأ راتب لك يا هم انا نمسح هذا الجزء واحد يقول ليش مو جسر يكون هي شي والله هم صح هي حشايته ترى انا اذا اشوف حشايته منطقية انا اذا اشوف الحشاية والله منطقية زيان يعني جسر البؤرة هي مالت على محور الصادات له على محور السينات شون نقدر نعرف جسر تعال ويا ايا اسمعني existing ممكن احتيمال يكون هيت شباب الجسر صح وممكن يكون هيت الجسر اذا اكمله صح اذا اكمله يعني ممكن يكون الجسر بؤرة على محور السينات او ممكن تكون بؤرة على محور الصادات والله الاحتمال الوردة الاكثر عقلانية انه هذا شكل الجسر صح ماكو الجسر يسعد كلش هاي الصادة وينزل زياد شون اعرف شباب هو راح ينطيك شغلت يعني ينطيك رقمين مصح المسافة بين النهايتين قاعدته جيب لي هذا المسافة بين النهايتين قاعدته شقد 24 هاي المسافة بين نهايتين قاعدته وتجيب لي ارتفاع ارتفاع شقد 9 متر المسافة بين النهايتين قاعدته شباب يعني هي المسافة من هنا هاي المسافة بين النهايتين قاعدته ارتفاع ارتفاعه هو هذا صح لو مصح هذا ارتفاعه المسافة شقد شباب الطانية هاي المسافة بين النهايتين قاعدته 24 اللي هي المسافة هاي كاملة من هنا هنا. زيان. حتى اكمل هذا شباب. هذا الرقم الارتفاع اضربه بش قد اضربه باثنين. ضربه باثنين. اضربه باثنين. هيصير. هيصير الرقم اثمنطعش. حتى شنو? حتى كأنه ما يصير فوق ويكمل الجو اهمين عندي. لشوف. هس شباب باعدة تجي تباوع. منه الاكبر? المسافة بين القاعدتين راح تبقى اكبر من الارتفاع الكلي. انا اذا تخيل هو الارتفاع. اعرف شباب. اعرفوا هذا الارتفاع تسعة. بس دا اضربه باثنين حتى اكمل الجزء الناقص من القطع الناقص. الجزء الناقص من القطع الناقص. اوكي? زيان. فباع شباب ضربنا الرقم سفيش قد ضربنا الرقم في اثنين. اش قد صار? صار 18. هادش هيعتبر شباب الاربع وعشرين هو طول المحور الكبير. وهادش راح يعتبر طول المحور الصغير. اذا البؤر تيمالتنا. وين? على محور? على محور السينات. صح? لان شباب بقى الرقم هذا اللي هو المسافة بين النهايته قاعدته اكبر من ضعف الارتفاع. ليش سويت الارتفاع ضعف? حتى يصير عندي هذا كامل كأنما دا اكمل القطع الناقص. فحتى اذا شباب كملت القطع الناقص هيتي او بهاي الصورة باعوا يا اي اوضح لك اكثر. لا لا مو هيتي مو هيتي. حتى اذا كملنا القطع الناقص بهاي الصورة. وهي تسعة وهي تسعة جقصار الكلي ثمنتعاش. راح يبقى هذا المسافة بين النهايته قاعدته يبقى اكبر. اذا هذا القطع هو بؤرته على محور السينات. زين. مثلا شباب خلوا نقول المسافة بين النهايته قاعدته مثلا على سبيل المثال او فرضه ستعاش. حلو الحشي. المسافة بين النهايته قاعدته ستعاش. زين. يعني المسافة منها الهنا جقيت شباب ستعاش. متفقين هاي نهايته قاعدته. الارتفاع ما لتبيش اضربه. اضربه باثنية ليش? لان انا عندي نص هنانا. هذا ارتفاع. الارتفاع جقيت هنانا. تسعة. بس هاي المسافة كاملة شباب المسافة بين النهايته قاعدته فرضناها ستعاش. ارتفاع تسعة اضربه في اثنين جقصة الارتفاع الكلي كأنما صار صار ثمنتعاش. اذا شباب هنانا. هيصير القطع كأنما بالطول. هذا شكله. كأنما البؤر تيمالت عليها محور. كأنما البؤر تيمال القطع على محور الصادات. فاذا تضرب الباع والارتفاع باثنين شباب. اذا بقت القاعدة اكبر. القاعدة المسافة بين النهايته قاعدته. اذا هذا البؤر تيمال على محور السينات. صح? اذا صار الارتفاع بعد ما تضربه في اثنين اكبر. اذا هذا على محور. على محور الصادات. هذا التفصيل. بس دا اعرف الجسر مالتنا. هيكون بهذا الشكل. لا بهذا الشكل. يعني البؤر تيمال على محور السينات. لا على محور الصادات. طخت شباب. نهاية ايقاعدة تتبقيها نفسها والارتفاع ضربه باثنين. هاي اسهل طريقة بالنسبة لك. زي. هو المعتاد شباب استاذ والله ترى مبين الله يخليك. والله مبين الجسر لازم يكون البؤر تيمال على محور السينات. احنا ماكو عنده شي مبين. تمام? اذا هسه راح نقدر نجي نرسم لك رسم تفصيلي. هاني. راح اجي. اه. اه. يلا باع وياي. هذا الرسم كلش حيفيدك و. ان شاء الله اتمنى فهمتني هسه حتى راح تفهمني اكثر بعد. اصلا نساعدة نحن. احنا بس دا نشوف القطع بالطولة و بالعرض. يلا وياي. اذا استاذ استعرفني ان القطع راح يكونوا بهاي الصورة. احنا شبيت جسر موالتنا شباب. الجسر على شكل نصف قطع ناقص. يعني هذا الجزء الجوه كله ما يفيدنا صح? بس هاني حتى ارطب لك الرسم. هذا كله ما يفيد. اذا استاذ استه تماما الامور افتهمنا شنو لدي يصير. تعال خلنا نلزق ذني اللي عدنا ياها. شنو عدنا مسافة بين نهاية قاعدتها تعال عيني. bois وجاية. المسافة بين نهاية قاعدتها هي هي هي. المسافة الكلية منا. لهنه. مضبوط؟ هاي مسافة تتعرفو شباب القاعدة شون القصدة بالقاعدة? هاي القاعد ما اللي ايش اسمه هاي نهاية قاعدتها يعني صعدة و النزلة خلي termeقول. صعدة و النزلة ما تجسر. المسافة ابيناتهم شباب شقد تانياها؟ تانياها 24 اذا منا لهنه كلها شقد. كلها هذه 24 ارتفاع شباب يعني ارتفاع الجسر قلنا ارتفاع ممكن اكثر من ارتفاع بس مقصود اقصى ارتفاع ارتفاع الجسر هيكون هذا شباب اللي هو ارتفاع الجسر هنا اقصى شي تسعة عند هاي النقطة شي يريد شباب اسمعني زيان جد ارتفاع الجسر باش دي يريد لا حبيبي اسمعني اسمعلي زيان هنا الله يخليك شباب هنا باع عليدي باعوا اياي هنا ارتفاع الجسر انت قل لي صفر زيان استاذ هنا ارتفاع الجسر قيمة معينة صح هنا ارتفاع الجسر قيمة اكبر بعد هنا ارتفاع شوي شوي قام يزداد قام يزداد لحد ما يوصل اقصى شي وين بالنص تقريبا اللي هو جسر تسعة متار ها هسا طخات عندي ونفس الشي طبعا بالنسبة لها الجهة يعني شباب باعوا يبدي بنص صفر الارتفاع ينتهي بش قد ينتهي بالتسعة اللي هو بنتصف الجسر اذا اكو كم ارتفاع اكو كم ارتفاعات شباب زيان انا شا اقول لي اقول لي احسب لي الارتفاع هنا لا طبعا لا زيان طخات السجد يريد يريد الارتفاع اوكي عيني الارتفاع متغير حسب الموقع تعال حدد لي موقع اريد تقول لي هنا اريد تقول لي هنا اريد تقول لي هنا زيان استاد شقال لي هو نمسح لك هذا طاعش قال قال جد ارتفاع الجسر عند النقطة باعوا حدد التي تبعد عن بداية ستة متر هو وين بداية الجسر جسر مين يبدي اه شو مشكلة زيان هذا منسح بداية الجسر مين شباب هاي بداية الجسر هي مصح واعو دا يقول عند النقطة التي تبعد يعني تمشي منه أنا ستة اوقف يمك يمك احسب لي ارتفاع الجسر هنا امشي سبع مترات احسب لي ارتفاع الجسر اذا هو حددني بموقع اوكي بيش فيدني شون حل السؤال لحد الان دا فهمك لحد الان ما حاج بالقطع الناقص عني صح لو مصح زيان اذا شباب هو دا يريد ارتفاع الجسر اذا مسافة معينة حل الحجل هنا يعني اش قد لي اش واي اش قد لان ارتفاع تعال هسه خلنحكي شباب هسه المطلب ما لتنا افتهمنا جد ارتفاع الجسر عوفنا هسه شباب من الجسر تعال خلنحكي على القطع الناقص اسمح لنا شوية باعوا شباب كقطع ناقص هسه اذا نجي نحكي بالقطع الناقص عندك هذي الاربعة وعشرين شتمثل اللي هي المسافة بين الرأسين او طود للمحور الكبير اثنين اي صح اذا انت عندك هسه اثنين اي يساوي انه اربعة وعشرين شون شباب لانه شباب هو هذا شي يمثل قرالياش قل لك قل لك ارتفاع شنو او العفو المسافة بين النهايتي الجسر هكتب لك هكتب لك يا هنانا المسافة بين نهايتي الجسر شي تمثل تمثل اثنين اي اللي هي جديد اربعة وعشرين اذا الاي يساوي انه اثناش رحم الله والديك استاذ بعد هذا الارتفاع شباب شي يمثل يمثل اثنين بي لا يمثل بي لانه لو منطيني بعد هاي تكملة جوة شباب كان مثل اثنين بي بس هذا الارتفاع شي يمثل هنانا المسافة من المركز لحد هذة القطب اللي هو اللي هو بي وهذا شباب باعوا اذا عندنا بعد ارتفاع ارتفاع الجسر ارتفاع الجسر الاقصى خلنا نقول اقصى ارتفاع للجسر شباب اقصى ارتفاع صح لان الارتفاع قلنا احنا متغير اقصى ارتفاع للجسر وش مثل انه مثل انه البي يساوي لي تسعة حل الحشي اذا هذا الاي يساوي اثناش والبي يساوي نه تسعة بعد من الرسم شباب من الرسم البؤرة باعوا عفوا تسر الجزء ما الجزر جينا ديرها شبق ناقص كافي البؤرة على محور السينات صح يعني المعادلة شباب اكس تربيع على شنو على اي تربيع زائدا واي تربيع على بي تربيع على بي تربيع الشي يساوي يساوي واحد استاذ عندي اي وعندي دي صبر انت من قال لك اريد المعادلة تعال باع شيريد باع البلاوي باع صبعني هس اوكي جهست المعادلة انا تعال خلنا تفاهم شيري باع شاب جد ارتفاع الجسر هي المعادلة ما القطع الناقص شنو بيها بيها اي وبي يعني اش ديريد ديريد شنو ديريد ال-x ال-y عفو ارتفاع الجسر هيمثل شنو شباب ديريد ال-y زيان شباب انت من تريد ال-y لازم شتطيني تطيني ال-x اي عندي بي عندي انطيني ال-x اللي احسب لك عند ال-y هو شنو ال-x شباب يعني المكان اللي تريد مثلا هنا قطلي حتى حسب لك شقد الارتفاع. اسمعني واش قال. قال جد ارتفاع الجسر عند النقطة التي تبعد عن بداية ستة متر. خلي نفصل لك اكثر. باع على ايدي. شباب المسافة منا لهنانة. هاي كلها. شقد هاي المسافة استاذ مبينة اثناش. عليها اساس. لان شاب هو كله اربعة وعشرين. هاي ده نحشة على الجزء الايمن. شقد اثناش. حل الحاجين. هو وين راد احسب ليه? ركز ويايه. قال جد ارتفاع الجسر عند النقطة التي تبعد عن بداية. هذا بداية الجسر. ايش قد امشي. استاذ لازم تمشي ستة. ستة واقف. ست مترات من بداية الجسر. اهنانة خلي نقول هاي ست مترات. شيريد? هو ديريد ارتفاع الجسر. انتبعوا? ديريد هنا الواي. اش قد. صح? ست مترات. زيان شباب اقولكم. اش قد الاكس. هسه منا لهنانة. بس ركزوا اياي. الله يخليك هاي والله كلش مهمة. بس ركزوا اياي هنانة. شون مشكلة هذا طار كله. زيان هذا المساح. منا لهنانة. هسه شباب منتفقين نحن ست مترات هاي. صح? هاي منا الى اهنا. الا ارتب لك يا فتش يمرتب اليوم. لا اله اهلا الله. هيعاند اليوم يا ايه. زيان. باو يا ايه. منا لهنانة شباب هايش قد. منا لهنانة استاذ هذه ستة متر. يعني الاكس ستة. غلطان انت. ليش استاذ? لانه حبيبي. الاكس ينحسب بنين. الاكس ينحسب من نقطة الاصل. صح لو مصح. هو قل لي من بدايته. صحيح هو حقه. قل لي منانة. بس انا الاكس لازم ينحسب منا باتجاه هاي النقطة. زيان. يعني اقولكم. شقد الاكس شباب. صدفة. والله العظيم صدفة وتورطنا من هاي الصدفة. صدفة هذا كله اثنعش. راحت منا لهنانة ستة. شقد يبقى هم يبقى ستة. وعبالهم الطلابة خدت الستة هاي رأسا عوضتها. والله العظيم. ده احلف لك الله. هاي ستة صدفة هنانة همينة. هذا الجزء المتبقي. ستة اللي هو ش يمثل? هنانة الاكس يمثل ستة. هعيد لك ياها. اسمعني زيانة. الله يخليك. باع عيني انته. هس احنا معادلة القطع الناقص جاهزة قدامك. هكتب لك ياها مرة ثانية. هاي قدامك. عايش اكتب هيانة. انت عندك اي عندك بيبقى اكس واي. هو شراد جد ارتفاع الجسر. ده يريد الارتفاع. احنا قلنا الارتفاع يبدي بش قد صفر. ويبدي يزداد لحد ما اصل اقصى ارتفاع تسعة. مو صح? زيان. وين دي اريد ارتفاع الجسر? لازم تحددني موقع تدلل الاستاذ. اش قل لي هو? قل لي ستة متر من بدايته. منا لهنا يعني منا لهنا جد ستة. بس شباب الاكس ما ينحسب من هنا. انا اريد اكس. حتى انا كموقع شباب اريد اكس جد. الاكس ما ينحسب دائما من المركز باتجاه هاي النقطة. صدفة شباب هذا كله هو جد اثمعش. انت مشيت مننا ستة. جد بقالك مننا هم بقالي ستة. والله لا احلف بعد والله صدفة. تمام? فصارت هاي هنا المسافة همي انا شاب جد همي انا ستة كأنما تنصف. طخت. زيان. فهس هو ان يجعل السؤال. باعه. دي يريد جد. اسمعني. جد ارتفاع الجسر. او يريد ارتفاع الجسر. يعني شنو? يعني واي مجهول. ايه. عنده جقد اكس. باعه عليدي. باعه. عنده اكس يساوي اثمعش ناقص ستة. اذا الاكس يساوي لجقد ستة. عرفت شون سويتها? هو كله اربعة وعشرين. قسمنا على اثنيين. صار منا لهنا جقد. منا لهنا باعه. صار منا لهنان اثناش. هذا الجزء ستة. وهذا الجزء همش قد حيصر نص ماتلاخ? همي انا ستة. طخت شباب. هاي ستة. وهذه ستة. لهذا صار الرسم هي شباب. هاي الفكرة ما لسؤال. فزيان. راح اجي. انا عندي اي. وعندي بي. راح اعوض لك ياها. باع حخلي لك المعادلة هي تشي. اكس تربيع. الاي اجي طلعنا شباب. اثناش مصح. الاي اثناش ربعة مية واربعة واربعين. زايدا واي تربيع على البي تسعة ربعة واحد وثمانين يساوي لي واحد. من هو بقى مجهول عندك اكس واي. اريد اكس اطلع واي. لا بالعكس. انطيني اكس اطلع واي. انطيني واي اطلع اكس. ده شوف. هو شراب جد ارتفاع الجسر. اذا الواي مجهول. اجي قد الاكس. قلنا احنا لازم مسافة. نطاني الاكس ستة. ما نطاني اها ستة. سأقلب لك السؤال بعد مرة ثانية حتى تعرف. لسه مجرد شباب تعويض. خلاص السؤال. الاكس عندي اياه ستة ربعة. ستة وتلاثين على مية واربعة واربعين. زايدا واي تربيع على واحد وثمانين يساوي نشقد. يساوي واحد. اختصر شباب هذي على اربعة. سلكها بغير لون. على اربعة. اه. على ستة وتلاثين عفو. راح يصر عندك هنا ستة وتلاثين بيها واحد. والمية اربعة واربعين بيها اربعة. زايدا واي تربيع على واحد وثمانين يساوي انه واحد. راح انقل هذا هنا اشمرة. اللي هو اشقد هو. هذا اللي هو ربع. يعني راح انقل لهذا الطرف. واش راح يصر شباب. واي تربيع على واحد وثمانين يساوي انه واحد ناقص ربع. مبين ثلاثة اربع. مصح. يلا ناخد توحيد مقامات وطول لك شوية السؤال. المقام شباب هذي. المقام هو اربعة. اربعة على واحد. اربعة في واحد. هذا اربعة. اربعة على اربعة. واحد في واحد. ناقص واحد. اذا الواي تربيع على هذي على واحد وثمانين يساوي انه شباب ثلاثة على اربعة. هسه اذا الواي تربيع واحد وثمانين نضربها في ثلاثة. هصير واحد وثمانين في ثلاثة على اشقد شباب على اربعة. لا تضربها ولا تقسم. عوفها باع. اذا الواي اشقد. اذا الواي. جذر شباب اجذر الواحد اثمانين تسعة. وجذر لثلاثة راح يبقى جذر ثلاثة. والاربعة اشقد جذرة جذرة اثنين. فيبقى تسعة على اثنين في جذرة ثلاثة متر. كلكم تعرفون. ما اخذيه اكيد بالكيميا. جذرة ثلاثة حافظيه شباب هو واحد بوينت سبعة. تقريبا مصح. في تسعة يطلع خمسطع شوية. تقسيم اثنين هيطلع لك سبعة ونص. يعني ارتفاع الجسر هناك قد واع شباب طلع اللي ارتفاع الجسر تقريبا سبعة ونص. لازم يطلع اقل من تسعة. لانه اقصى ارتفاع هو شباب عنده. تسعة. هذا حل السؤال. هذا اخر شي تشانده يريده. جد ارتفاع الجسر من يكون عندما بالنقطة اللي تبعد تقريبا ستة متر عن بدايته. زيان. اذا قل لي جد ارتفاع الجسر عند النقطة التي تبعد ثلاثة متر عن بدايته. ثلاثة متر شباب. يعني منا الهنا جد. ثلاثة. جد حيبقى لنا. راح يبقى لنا تسعة. اذا الاكس هيصر تسعة. شفتها خط. من بدايته. اقراها زيان. من بدايته ثلاثة. زيان هو كل اثنى عشر. اذا جد حيبقى حيبقى لنا تسعة. يقول لك جد ارتفاع الجسر عند النقطة التي تبعد من مركز الجسر خلو نقول. او من منتصف الجسر يعني من نانة. ثلاثة. هاي عادي رأسي اكس. صح رأسي المثل اكس. انتبهي مثل دي طيكيا من نانة لو من نانة. اذا منا شباب لازم نطرح الكل ناقص الرقم الانطيكيا. مثلا هاي ما جايها بالوزاري بس اذا قل لي جد ارتفاع الجسر عند النقطة التي تبعد من منتصف الجسر اربع مترات. يعني هنا جاهزا طاني ال اكس اربع مترات. او اذا قل لي جد ارتفاع الجسر عند النقطة التي تبعد من بدايتي اربع مترات. يعني منا لهنا اربعة. منا لهنا ججد حصير ثمانية الى اخر يا شباب. هذا هو احد الاسئلة ما خارج القطر. احد الاسئلة المهمة. المهمة واللي ما اقول لك مهمة يعني بس اكو طلاب هو يضو جو من عنده. بس السؤال. زين. هذا السؤال خلاص. نمسحها يا. شادنا بعد ما وضحنا. هذا توضيح كامل شاب للسؤال الرسم جدا مهم. هذا بعد. هاي كل تفاصيله. هاي من المسحها. هذا اللي دا يريده هو طبعا. تجد ارتفاع الجسر عند اكس. يساويش جانل اكس او اتناعش ناقصا ستة. تمام. هذا اكو سؤال شباب همينا على نفس النمط بالضبط. اللي هو جداري على شكل نصف قطع ناقص. نفس الحل تقريبا. اه. يعني هذا همينا تحلو ان شاء الله. تمام. ما عرف الجواب بخطأ لو هي جواب نسيت والله. اتأكد. تأكدوا من الانصر شاب عود. همينا دا يريد جد ارتفاع العمود موضوع على بعد ستة متر من بداية احدى قاعدة. سيئ. هسا نجي على السؤال الثالث. اهمينا احد اسئلة يعتبر خارج القطر. اه. اوجي طبعا داخل القطر. وموجود بالتلفزيون التربوي. لهذا بنحن نحل اسئلة التلفزيون التربوي. هقول لك نفسها بالضبط حلينا. انا شباب بالاسئلة الوزارية. احنا العام مسوية الاربع عشرين ساعة. بعد شراحة اسئلة وزارية. شراحت هذا السؤال بطريقة تفهم كلش دقيقة كانت. الطريقة طبعا انا اقول لك ياها. الطريقة شباب اللي مال اه. طريقة الحل مطلوبة نعدكم. قد تكون هي اسهل. اسهل من طريقة اللي انا حلت بيها. بس شباب صدقني. هذيش طريقة مفهومة اكثر. هنا اذا تريد تحفظ القوانين سهلة بالنسبة لك هيصر الموضوع كل جسهل. بس هم رح اشرح لك شوي اطلع لك من هيصر. اسمح لي. شي يقول لك. جد معادلة القطع الزائد. حد الحجي. الذي احدى بورتي. واحدة من البورتي احدى بورتي. هي مركز. نقطة مركز الدائرة. اوكي. زيان. هذي شباب معادلة شنو? هذي معادلة دائرة. رح اشرح شوية هنا اشرح لك بالتفصيل حتى اذا قلت لك حشاك يعني اذا تريد. اقش مركز صدقتين لك السؤال. ما عندش كالاني. بس انطيني مجال شوية. ونصف. هس اول شي طاني البورة هي نفس هالمركز. صار عدي بورة بالقطع الزائد. ونصف. نص طول محور المرافق. يعني نص الاثنين بي. يساوي نصف قطر الدائرة. زيان. باعوا شباب. هنا انا ربطني ويامن لا بالمكافة ولا بالناقص. ربطنا ويا الدائرة. باعتبار انت الدائرة ماخيرة بصف الخامس. نسبع ويا يا شباب زيان اسمعوني. الله يخليكم. الدائرة شباب. هذي هي الدائرة. نحاول نخليها بالنص. هاي الدائرة شباب. اكو بالدائرة شنو فاتش مهم. المركز. مركز الدائرة اللي هو اتش. وكي اسمه. اوكي. هس على هاد الشكل مالتنا مال دائرة. المركز مالت هش قد. المركز مالتها صفر بصفر. حلو الحاتشي. وشنو بعد بيها دائرة شباب بيها نصف قطر. اللي هو من المركز باتجاه الدائرة. اي مكان هذا كله شنو شباب نصف قطر الدائرة اللي هو ار. من التفقين بيها اتش وكي مركز الدائرة. وبيها ار. مركز الدائرة شباب قد يكون صفر بصفر. قد يكون باعه. قد وين تكون الدائرة باع على يدي. قد هاي الدائرة كلها تيجي هنانا. تقريبا وين مركزها شباب اذا نركز زيان. خلو نقول تقريبا مركز الدائرة هنا صار. صح لو مصح. يعني مثلا اثنيا بثلاثة. هذا مركز الدائرة وهذا نصف القطر. زيان. بالعقل. حتى ربطوية القطع. الزائد او الناقص او يقطع. شباب من دي يقولي البؤرة ما القطع الزائد هي نفسها مركز الدائرة. يصير الدائرة هنا مركزها. لا. يصير الدائرة مركزها هنا همية. لا لا. لان تعرفون البؤرة شباب ما القطع الناقص او المكافئ صفر برقم او رقم صفر. زيان. لعد وين ممكن تكون الدائرة رايحة. وين مفترة بها الدنيا. لازم تكون الدائرة هنا. اوكي. جاي علي من اقولي اسراء. بس مركزها بحيث يصير وين مركزها. بحيث مركز الدائرة يصير على المحاور شباب. يعني مثلا تلاثة بصفر. كلش عادي. شو عليه بهاني. لاشوف. تلاثة بصفر. او ممكن تكون الدائرة هنا بحيث مركزها وين. مركزها هنا مثلا صفر بسالب اثنين. هم عادي. او ممكن تكون الدائرة هنا. لاشوف. مركزها وين تقريبا. المهم شباب الدائرة تكون المركز مالتها وين لازم صفر برقم او رقم صفر. يعني الدائرة مركزها يكون مو لا نقطة الاصل. ولا هنا رايحة. ولا هنا بالربع. ولا هنا. هاي صار. اوكي. فما تكون هنا لازم تكون الدائرة بهذا الشكل اللي رسمت لكها قبل شوية. حول الحاجي. زيان. بعد اشرح لك شوية شباب اسمح لي. باعي شباب. الدائرة. هذي خلي نقول الدائرة. هاي اخر شي والله. الدائرة هي عبارة عن بيها اكس تربيع وي تربيع وبيها. يعني المعادلة العامة مالتها هاد راح نحتاجها. منها راح تحتاج تحفظ. المعادلة العامة شباب مال دائرة. هي اكس تربيع. اكو صيغتين تنكتب. زائدا. واي تربيع. زائدا. اي اكس. زائدا. بي واي. زائدا. السي يساوي لصفر. هذي. اوكي. اذا شباب ما كوا لا اكس بالمعادلة ولا واي. معناها مركز الدائرة نقطة الاصل. لان هذيني الارقام شباب. هذيني هي الاي والبيها معاملات الاكس والواي. فالاكس صفر والواي صفر معناها مركز الدائرة وين بالنص. هذا كل الشرح زايد. والله اعرف. متفقين؟ اذا لقيت بس اكس. ما لقيت واي. معناها وين صارت الدائرة. صارت مثلا هنا انا. هنا صارت. تشوف. اكو بس اكس. ما كواي. اذا لقيت بس واي ماكو اكس. يعني الدائرة وين صارت تقريبا. خلي نقول الدائرة هي شي. افتهمتني؟ فهذه شباب هو اسمها المعادلة العامة. المعادلة تربيع. زايدا واي ناقص. هاي ما اريد هساني. هناك حال غير طريقة ترى. تماما غير طريقة هناك. ومقبول الثيانات هو زاريا طبعا. زيان. هس احنا اوكي شباب هذ هي المعادلة العامة ما لدائرة. بس تعال خلينا تفاهماني اوكي. هذا شباب الرقم هو مبين معامل اكس والبي معامل واي والسي هو الرقم اللي ببحده. احنا شو نريد؟ انا اريد مركز الدائرة. تعال خلينا تفاهم هسه. احنا الريد مركز الدائرة. هسه بدينا شباب ساركزوا يا هذا الحل ما السؤال. ليش مركز الدائرة اريد? اللي هو شنو مركز دائرة? اتش وكي. يصير صفر بصفر? لا طبعا. لازم صفر برقم مثلا ثلاثة او رقم بصفر. تفقين لان ليش لان هاي مركز الدائرة حيمثل بؤرة. هذا مركز الدائرة. زيان استاذ المعادلة العامل انطلتناها ما بيها اتش وكي. رح نحفظ قوانين صغار اثنين. باع. وهي اسهل بالنسبة لكم. الاتش. تمو تريد مركز الدائرة? الاتش شباب. هو معامل. المعامل اكس اللي هو اي. على اثنين وخليه لسالب. من هو الاي? الاي هو معامل. باع. الاي هو المعامل مع الاي اكس. اوكي. ال بعد ش تريد تريد الكي سهلة كلش. الكي شباب هو البي على اثنين. هم خليه لسالب. من هو البي? مبين هايان استاذ المعامل. ما الواي. حدو الحاتشي. اذا انا اريد مركز الدائرة. هذا قوانين مركز الدائرة. تمو تريد مركز دائرة من عندي. مين لك هالحاتش. لانه باع شباب هو قلي احدى بورتي هي نقطة مركز الدائرة. اذا هذا شباب اتشو كي هو مركز الدائرة. تحفظ الاتشو تحفظ الكي رحم الله والديك استاذ. زيان. باع ش تريد شنو بيها الدائرة بعد بيها نصف قطر. هم تعالوا حفظ لي هذا القانون وخلص لي متشرك. مصح? نصف. نصف. قطر. الدائرة. اللي هو شنوة شباب. اللي هو عبارة عن ار. هم راح انطيق قانوم والار. هذا الار يساوي انه تحت الجذر. حفظة شباب. طريقة ثانية. ديك ما تحتاج تحفظ اي شي بيها. اش تر بيها. بس سهلة. زايدا كي تربيع ناقصا سي. هذا شباب يطلع لك نصف القطر. انت ترى بس تريد انت شغلت يعني. انت تريد مركز الدائرة شباب. تريد مركز الدائرة. يعني. وتريد نصف القطر. هاي قوانين قدامك ها هي. زيان. شباب بس اسمعين الله يخليك ما يصير اكو اكس واكواي بالمعادلة مالتنا. ليش? لان اذا اكو اكس واكواي معناها الدائرة وين? بالربع الاول او بالربع الثاني ما يصير شباب لان احنا قلنا قلت لكم وضعت لكم ياها ليش. مصح? لازم تكون المركز ما الدائرة على احد المحاور. يعني لازم بيها صفر. لول اي صفر? لول بي صفر. حدو الحشي. زيان. هسه راح نيجي نحل السؤال على اساس هاي القوانين شباب. يلا بسرعة شوية. يلا باعوا ياها هسه. تعال جيب لي المعادلة المنطنية ياها شباب. اكس تربيع زايد واي تربيع. اكس تربيع زايدا واي تربيع بعد ناقص ستعش واي. ناقص ستعش واي. زايدا خمسطعش. زايدا خمسطعش. يساوي لنا صفر. باعوا ياها. راح تجي. معامل واي. هذا شي سموه. هذا البي. وهذا الرقم اللي ببحدة. سي. والاي جقد. لازم اك واحد ماكو صفر. الاي. ليه شباب الاي صفر. احنا قلنا الاي هو معامل اكس. اكو بالمعادلة اكس. مو اكس تربيع. اكس و واي. فباع شاب. اللي حنستنتجه. انه الاي. الاي يساوي لصفر. من المعادلة. البي يساوي انه سالب ستعش. والسي يساوي انه اشقد. السي يساوي انه قمسطعش. توكل على الله عندك ثلاث قواني نطبقهن. الاتش. الاتش. اشقد الاتش. سالب اي على اثنين. سالب اي على اثنين. اذا الاتش يساوي انه صفر. ليه اش? لان الاي صفر. البي. يا بي. الكي. سالب بي على اثنين. اشقد البي. الكي يساوي. البي سالب ستعاش بالسالب. هيصر ستعاش. على اثنين. اذا الكي. يساوي انه ثمانية. والار. الار شباب. كنا تحت الجذر. حافظ القانون تبعد. اتش. تربيع. زائدا. كي. تربيع. ناقص. سي. اذا الار شباب يساوي. ها. اه اه. يلا. اتش جد. اش تربيع. صفر. راح. الكي. جد. 8 تربيع. 64. ناقص. السي. جد. السي. خمسطعش. قدامك. معطات في السؤال. إذن راح يطلع عنا ال-R يساوي 64-15 49 إذن ال-R يساوي 7 هذا جبت اللي أريده هسه جبت ال-H وال-K اللي هم وش يمثلون يمثلوا مركز الدائرة وجبت شنو بعد شباب جبت ال-R اللي وش يمثل يمثل نصف القطر هسه نرى الطوية القطع الزاد حد الحاجي باوي آية إذن مركز الدائرة H و-K إذن ال-H يجبت ال-H صفر وال-K يجبت ثمانية وهو وهي مركز مركزه شنو هاي مركز الدائرة وهو شي يمثل المركز وهو أحداب ورتي القطع الزاد وهو أحد ديها هاذا خلا جهزل هي نصف القطر يساوينا يساوينا سبعة هسه تعال نروح نسولف على القطع الزاد القطع الزاد شباب شنو عندي بيه عندي البقرة ما القطع الزاد باعوا ايايه هسه هاذه طبعا هاي سوري ناكل الحاجي على الدائرة هاذا الحاجي هنا أنا كله على الدائرة تمام وهنانه يلا سأحجيك على القطع الزاد يا الله باعوا يا عش عدنا بالقطع الزاد شباب عدنا البقرة مالته أحدى بقرتين الزاد صفر بثمانية اللي نستنتج المعادلة ما لاتنذير بقالك معادلة قطع زائد ثبت لي اي تربيع ناقص ثبت لي ال ب تربيع يساوينا شنو يساوي واحد هنانا واي تربيع لي قدام ليش البقرة على محور الصادات وهنانه اكس تربيع اوكي وش عندنا بعد شباب من البقرة عدنا السي يساوينا ثمانية بعد قل لي ارجع لي على السؤال قال نصف طول محور المرافق يساوي نصف قطر الدائرة نصف نص بقى على يدي هذا نصف محور المرافق اللي هو اثنين ب يساوي نصف قطر الدائرة نصف القطر وشنو هو ار اذا هاي الاثنين راح تروح ويا هاي الاثنين اذا اش هيصر ادنى اذا البي هو نفسه الار اذا البي يساوي لي سبعة ها عندي بي وعندي سي وروح طلع الاي بالذهبية وخلاص السؤال هذة اذا اذا سي تربيع يساوي اي تربيع ناقص بي تربيع لا سوري زاعد بي تربيع هذا قطع زاعد السي جد ثمانية ربعها اربعة وستين البي الاي تربيعين اريد البي تسعة واربعين اذا اي تربيع يساوي خمسطعش اذا معادلة القطع زاعد شباب بنات هنا خمسطعش زاعد تسعة واربعين يساوي نجقد يساوي نواحد وهنان الواي تربيع وهنان الاكس تربيع هذه هي معادلة القطع الزاعد تمام السؤال جدا بسيط ترى هو بس انا شوية لحيت لك بيه حتى فهمك سؤال في سالفة الدائرة انت اكيد ناسيها بالخامس اذا ما اخذها بالخامس مركز الدائرة شاب اكو غير طريقة طبعا بس يفضل شاب تحفظ الصيغة العامة تحفظ هاي الصيغة العامة دائما شاب بالسؤال لو ايوه كوبي ليش يقول لي مثلا القطع الناقص يمر بمركز الدائرة نقطة عادية مثلا صير واحد بثني مو مشكلة بس هنا شاب لانه قاعد تمثل بقرة المركز ما الدائرة لانه قاعد يمثل بقرة نعرف احنا البقرة ما لا يقاطع هو رقم بصفر او صفر برقم فلازم يجيني مركز الدائرة لول اتش صفر ها عيني لول كي صفر متفقين على هاي سالفة بس ممكن يجي الاتش والكي رقم بس ما يصير يقول لي بقرة ولا قطب ما عرف يجيب لك غير شغلة انت الموم شاب تعرف هاي التفاصيل كلها الاتش قانون سهل والكي قانون سهل والار همين قانون سهل انت الدائرة ما عندك بها غير مركز وبيها نصف قطر ش تمثل بالنسبة غير القطع حسب السؤال هنا انا مثل مركز الدائرة مثلي بقرة اذا طلعت مركز الدائرة طلع لي صفر برقم قلت هو بقرة احدى بقرتين القطع الزائد ونصف القطر ش مثلي مثلي قيمة بي اللي هو يعني لازم تحلوه شباب ضروري نختم بهذا السؤال ان شاء الله حتى تصير المحاضرات تقريبا ساعة ساعة كلش كافية على ذن الاسئلة يقول قطع مكافئ معادلته منطين هنا قطع مكافئ ومنطين معادلته والمعادلة بيها مجهول اللي هو من هو هو كي اوكي وهنا نطعني معادلة الدليل همينها وي يساوي تعرفوا معادلة الدليل لو ويساوي لو كي يساوي جد قيمة كي اذا هذا جزء من السؤال ومعادلة جد قيمة كي وكمل ومعادلة القطع الزائد دليل بعد شنو جزء الثاني معادلة القطع الزائد احدى بورتي هي بورة القطع المكافئ اوكي وطول محور المرافق وحدتها طول يعني قطع الزائد شغلة جدا بسيط ليه شواب لان انت اذا لقيت البورة المكافئ اذا لقيت البورة المكافئ رح تكون لها نفس البورة ما الزائد تحل السؤال طبيعي ما بيش هذا السؤال هنا بس وين رح نقف شوي رح نطول همين بسالفة الكي سمعوني شواب زيان الله يخلي شرح لك بالتفصيل بعد احنا ما دام كل الاسئلة شرح بالتفصيل قطع مكافئ هذا من يعني ما يحتاج شرح معادلة القطع المكافئ تعال جيب همي هذا مكافئ معادلة شباب اكس تربيع يساوي عشرة واي ناقص ثلاثة كي واي احنا نعرف معنا القطع المكافئ اكس تربيع يساوي رقم في واي او واي تربيع يساوي رقم في اكس مصح نا شباب رح نسحب الواي عام المشترك رح يبقى لأكس تربيع يساوي ان عشرة من يبقى لعشرة ومن ناقص ثلاثة كي وش يبقى ان يبقى ان واي اوكي هاي معادلة قطع مكافئ بأرت على محور الصادات اما صادات موجب ليش لان شباب هذا الثابت انا ما عرفه مجهول او ممكن تكون البورة على محور الصادات شنو سالب فس البورة شباب اوكي البورة على هاي باعو البورة على محور متأكدين احنا شنو على محور واي لانه اكس تربيع واي هنا صح بس يا واي الموجب لو السالب زيان هاي مشكلة باع شاب راح نجي ناخذ احتمالين احنا نح مرة اعتبر البورة على محور الصادات الموجب ومرة على السالب شوف شطل عندنا اسمعني زيان لا يخليك نال احتمال الاول لانه اطلع قيمة كي اسأل قيمة كي مين هطلعها قيمة كي هطلعها من البي انه هذا شباب كله ما اخذ مكان الاربعة بي او ما اخذ مكان السالب اربعة بي مصح فالاحتمال الاول شوي ركزوا اياي انه البؤرة بس هو شباب ما منطيني معطا دقيقة استاذ هسه لو منطيني القطع يمر بنقطة كان عوث النقطة بمكان اكسب مكان وي طلعت لك كي لو منطيني انه شباب منطيني انه الدليل يمر بنقطة كان همي انا قلني ذني الثابت مع القطع المكافع جبناه نانيا ملواي حصر نانيا ملواي قلني وطلع البي وطلع قيمة كي بس هو كش ما منطيني زي الاحتمال اول نرجع على موضوع البؤرة على محور الصادات الموجب افتهمتني شباب قلت لك لو عندك نقطة يدي مربي هالقطع كان عوضة اكس واي لو عندي فتشي مثل البؤرة كان رأسا قارنة طلعت بس كل شي ما عندي شباب انتكون البؤرة على محور الصادات حصير المعادلة اكس تربيع يساوي اربعة بي واي صح اذا بالمقارنة شباب بالمقارنة هذا يم الواي اللي هو عشرة ناقص ثلاثة هذا الحجي مية بالمية مضبوط صح لمصح اذا الاربعة بي يساوي انه ماكو دعبات سهم عش قاوس عشرة ناقص ثلاثة كي هذا الحجي مضبوط مية بالمية هذه معادلة رقم واحد دلالة بي وكي ما قلل اطلع لو ما عندي بي المشكلة انا لو عندي بي كان طلعنا شباب ما عندي بي زيان اش منطيق بس الرجال قايل لك معادلة الدليل وي يساوي 2 كي معادلة الدليل وي يساوي 2 كي خلن نصفون شوية ويا نفسنا شباب باعوا هس من المعادلة خلي شوية راتب لك الحال حتى تفهمني من المعادلة شباب جبنا معادلة رقم واحد هاي امسح لك هاي معادلة رقم واحد مين من المعادلة وبالمقارنة زيان شاب تعرفون انتو معادلة الدليل هي هنا ما دام البؤر عليها محورة خدناها صادات موجب اذا معادلة الدليل حصير واي يساوي شنو من طنيها هو واي يساوي 2 كي صح يعني بالمقارنة شباب احنا نعرف بما ان البؤر على محور الصادات الموجب ها يعني الدليل وين على محور الصادات السالب يعني الدليل واي يساوي سالب بي دا شوف شفت صار زي هارد عيد لك هنا نباع ويا ارتب لك الحل اكثر جيب لي هاي هنا جيب لي المعادلة نفسها مرة ثانية ها هاي المعادلة جيب لي هنا أريد تفهم و بس تحفظ شوف جيب نا المعادلة شباب احنا بما انه فرضنا البعر على محور الصادات الموجب اذا المعادلة القياسية هي هاي كلنا منتفقن على هذا الحج مصحيح زيان بالمقارنة دا شوف هذا الاخضر هذا 4P قابل هذا طلعنا معادلة رقم واحد زيان هسا جينا على هذا شباب هو منطيني بعد الواي يساوي لشنو منطين الواي يساوي الاثنين كي والله الحج صحيح استاذ زيان هما اقارن كأنه بالصيغة القياسية مع المعادلة الدليل شباب تعرفون بما انه البعر على محور الصادات الموجب الدليل وين الدليل هيصر على محور الصادات السالب صح فالواي يساوي سالب همينا شباب هذا الواي هو يشقد هنا يمثل الاثنين كي وهنان الواي شقد سالب شنو سالب حيطلع عنا شباب انه الزالب في يساوين ثنيان كي او انه اضرب طرفين فيه سالب انه الپ يساوي الپ يساوي همينا ثنيان كي طلع انه بمعادلة رقم شقد طلع انه بمعادلة رقم ثنيان همينا بدلالة بي وبدلالت شنو بدلالة كي فبالضبط هيش السؤال صار شباب معادلتين واحدة استفادت من عدها منا من معادلة القطع هذه اعتبرها معادلة رقم شنو هذه معادلة رقم واحد وهذه شباب هي معادلة رقم اثنيا هسه بالتعويض يطلع لقيمة كي هقول لعوض معادلة اثنيا في معادلة رقم واحد باعش راح يصير هيصير اربعة البي هنا عوضة مكان هذا البي يساوي انه عشرة ناقصا ثلاثة سوري طبعا سوري سوري هذا سالب لازم شباب اكيد ضربنا بسالب سالب اثنيا كي نرجع احنا قلنا بي يساوي فصار هنا سالب اثنيا كي على كيف نحل تشوف يبين واحد من الغلطان رأسا هذا هنا سالب اثنين كي اربعة في سالب اثنين كي سالب ثمانية كي يساوي انه عشرة ناقص ثلاثة كي سالب ثمانية كي راح تجي هذي زائدن ثلاثة كي يساوي انه عشرة اذا الناج قد حيصير سالب خمسة كي يساوي عشرة اذا الكي يساوي شباب سالب اثنيا اثنين طخت اذا الكي يساوي انه سالب اثنيا زيان من يقول هذا الحل صح لو غلط طلع قيمة بي سأنا اردل بورة لانه اهمينا سأنا اوكي طلعت قيمة كي نقول طلعتها قيمة كي طلعناها الكي يساوي انه سالب اثنين احنا شنريد شباب اريد البي اريد البورة ليش اريد البورة لان هو قلي اريد معادة القطع الزائد الذي احدى بورته هي بورة القطع المكافئ فرح اجي شباب لقيمة كي حتطلع البورة شباب يعني بي اريداني هعوضها رأسا بمعادة رقم شقد هذي عوضها شمرها بمعادة رقم اثنين رأسا واو هيطلع لي البي يساوي انه سالب اثنيا والكي سالب اثنيا اذا البي يساوي لي اربعة قيمة طبيعية طلع لي موجب ما عندش كال اذا بورة القطع المكافئ على محور صادات موجب قلنا شباب اذا هي صفر بربعة وهي احدى بورتي الناقص وهي احدى بورتي الناقص شفتوا شواء شون رتبت السؤال رتبنا السؤال انه احنا رتبت معادلتي اول شي رتبت معادلتي خلت عامل مشترك وراها يأمل بور على محور الصادات الموجب او السالب زين لي شاو عدي كي مجهول ممكن هذا الرقم كل يطلع موجب ممكن الرقم يطلع كل سالب فاخدت الاحتمال الاول بور على محور الصادات الموجب وكملت تمام سويت قبل مقارنة شباب مع الصيغة القياسية طلع لي 4P يساوي لي 10 ناقص 3K اوكي 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 فش بقالنا شباب بقالنا بقالنا هاي صفحة اليمنة اللي هي هادي ان هو انطانيها معادلة الدليل هو انطانيها صح Y يساوي 2K بما انه قلت انا استنتجت بما ان البور على محور الصادات الموجب اذا الدليل وين صادات سالب يعني Y يساوي سالب P صح همي انا شباب هذا ساويتها ساويت من عندها معادلة رقم 2 ساويتها بدلالة بي هايانا P يساوي سالب 2 سالب 2K عوضت معادلة رقم 2 في واحد طلع لي K سالب 2 طلعت ال P 4 صارت البورة 0 ب 4 هسا تشي سوي شباب تروح تكمل لي السؤال انته عندك بعو ما اراد لشي البورة صار عندك ما القطع الزائد اذا تجعل القطع الزائد هنا ما بيشي بعاد عندك البورة صفر باربعة يعني عندك شنو يعني عندك C أربعة وقال لك طول محور المرافق 2 وحدة تطول يعني 2B واحد البيش قد 2B يساوي عفو 2 يعني البي واحد وتكتب لي المعادلة انت رح اكتب لك رأسا الناتج اوكي X تربيع على 15 راح تصير ناقصا العفو على محور الصادات Y يش تجي لعا الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني شباب نفس الشغل مع الاحتمال الأول بس رح نفرض انه البؤر على محور الصادات السالب فهذا راح اخذ كله حتى نتأخر كله نفسه حلت التعويض حيصر نفسه بس بعش رح يصير شباب بس انتبه على ايدي هنا شوية هذا الاحتمال الثاني هسه جاينا على الاحتمال الثاني شباب بس ركزوا الاحتمال الثاني شباب هو شنو حاخذ هسه البؤر على محور رح ناخذ البؤر على محور الصادات السالب زيان شنو حيتغير هل ترتيب المعادلة شباب رح يتغير يعني هاي المعادلة مالتك رح تتغير لا شنو حيتغير عدنا بس الاكس تربيع حيصر يساوي سالب اربعة بي واي رح تحلى قبلي بس هذا بس المعادلة القياسية رح تتغير حذر حتي زيان هناش عدنا بعض شباب عندي معادلة دليل باعلي يعني هسه هذا احنا ده نحتي بالاحتمال الثاني حل قبلي قبل لا اخلص ضعوا يا ايا شعدنا هسه نفس المعادلة شباب نفس الترتيب بس الفرق ان البؤر رح حصير على محور الصادات السالب وهذا حيصر الاحتمال الثاني بي اشي سهل استاذ تبدلل حيتغير شنو عدنا بعض شباب هنان رح يتغير هذه المعادلة القياسية مكان ما هي اكستر بيع يساوي اربعة بي واي حصير المعادلة القياسية اكستر بيع يساوي لسالب اربعة بي واي تشوف يعني همينا هذا السالب اربعة بي المن يقابل يقابل عشرة ناقص لا ثقيا يعني بس هخلي هنا شنو وقبل اربعة بي بس رح هخلي سالب هذا كل الفرق شفيت ما عندي فت فرق هواية بالحل زيان نجي هنا الواي يساوي اثنين كي صحيح والله هو زيان هنا شباب يقلي البور على محور صادات سالب يعني الدليل وين هيصير الدليل واي يساوي بي هنا الدليل هيصير على محور الصادات الموجب يعني هنا مباشرة همين هذا الاثنين كي المن يقابل يقابل البي صح لأن هذا واي وهذا واي اذا هنا البي يساوي ل اثنين كي هاي مباشرة شباب معادة رقم شقد معادة رقم اثنين شوف بس الفرق بالاشارات شاب فقط الاشارات تغيرت هنا صار بي ساوي اثنين كي هناك كان بي ساوي سالب اثنين كي همين اعوض معادلة بمعادلة نفس الحجة تدلل عوض معادلة رقم اثنين في واحد يلا تأخر سالب اربعة البي شباب اثنين كي يساوي عشرة ناقص ثلاثة كي سالب اربعة في اثنين كي صار سالب ثمانية كي يساوي عشرة ناقص ثلاثة كي اوكي همين شباب ضعوا ايا هم هيصير سالب ثمانية كي زائد ثلاثة كي يساوي عشرة لحد الان نفس الحجي سالب خمسة كي يساوي عشرة اذا الكي هم كي يساوي سالب شنو شباب سالب أربعة وهذا الاحتمال يهمل ما يصير البي يطلع لي سالب هذا يهمل إذن هذا كل الاحتمال هم بس ريدة والوزاري طخت مو تنسى تكمل المعادلة هذه لهنا شباب انتهت محاضرتنا الملاحظة راح أخليها ويا أسئلة التلفزيون التربوي آخر شي إن شاء الله صارت محاضرة طويلة تقريبا ساعة هذه شباب هي أربعة أسئلة تعتبر مزعجة بالنسبة للطلاب أتمنى صارت سهل أتمنى هذا السؤال أخيرها مفتهمت فكرته يعني احتياطا شباب لازم تقراها وإن شاء الله نشوفكم بأسئلة التلفزيون التربوي وينختم الفصل بكل تفاصيله في أمان الله